تعال نبدأ نلعب. احنا بدأنا نقدر نقول من كم يوم أو يعني في الاسبوع الاول لو حاسبنيها. صحيح. هيا الدور الاول, خلاص. ليس الدور الاول يعني المشاة. المطشات الاولى من الدور الاول. عندنا مفاجآت اول مفاجأة كانت المفاجأة السعودية. صحيح. أرجنتين وسعودية. عندنا مفاجأة بتاعة اسبانيا كستريكا. مسى مفاجأة. نحن الاسكور كان كبير. ولكن كان متوقع فوز أسبانيا على كوستاريكا منتخب كوستاريكا مش بالند القوي لمنتخب أسبانيا أنا بس مكتين ثلاثة بس ما يوصلش للرقم اللي بقم بقيت سبعة فعلا فعلا يمكن صحيح ألمانيا برضو ما كانش متوقع لا ألمانيا الناس طول الوقت كانوا مستغربين فوز منتخب اليابان على منتخب ألمانيا ولكن منتخب اليابان منتخب قوي جدا لأن معظم اللاعبي بيلعبوا فعلا في الدوريات الأوروبية شوفنا تصريح لجوزي مورينيو كان طبعا المدرب البرتغالي الكبير كان بيقول أن فوز منتخب اليابان مش مفاجأة لأن العناصر كلها بتلعب في الدوريات الأوروبية واخدع عقليتها مختلفة عن اللعبة في أسيا كمان قال نقطة مهمة جدا قال أن منتخب ألمانيا بدأ المطش بكل الغرور وغرور الكورة دايما معروف أنه هو للأسف بيؤدي النتائج سلبية هو سمها الغرور الأوروبي أن معظم فرق أوروبا دلوقتي أو منتخبات أوروبا بتدخل مطشطها بحالة من الغرور اللي هو أنا الأوروبي القادم أنا ملك الكورة صحيح صحيح ولكن نظريا لا كان متوقع تعادل أو فرق هزيمة يعني فرق جول على الأكثر ولكن فكرة الريمونتا دا والعودة تقريبا في ربع ساعة بس من خسارة واحد سفر لاثنين واحد هي دي اللي كانت بعض المفاجأة شديدة هل دي ممكن تهزة ألمانيا؟ تهزها يعني أو تغير التكنيك؟ لا منتخب ألمانيا سبق وقبل كده خسر في الدول الأول وكسب كاس العالم صحيح ويمكن المطش الأول مش مؤشر لأنه هو يقدر يرجع في المطشاط اللي بعد كده ويصعد للأدوار الإقصائي فالمطش الأول مش من خياس لأي حاجة يمكن كان المنتخب ألمانيا في 2018 كسر العالم 2018 في روسيا هو خرج بالفعل من الدور الأول صحيح ولذلك كل المفاجأات وردة